في الفقرة دي مش محتاجين انك تطلع غير الكارت الأحمر جاهز يلا بينا يلا بينا انت اخر مرة طلعت الكارت الأحمر في حياتك لحد طلعته لنفسي لو تصدقيني طلعت لنفسي كارت أحمر في حتة العصبية انا كنت عصبي جدا بجد اه كنت عصبي وقررت ان انا هدي نفسي الكارت الأحمر في الموضوع ده مش عايزة يعني الصفة دي لازم امسحها من حياتي هي صعبة جدا لو انت متعود عليها وبتحصل طول الوقت ان انت تتنازل عنها بس بالوقت وبإصرار كبير جدا يعني مهما حصل ما بتاع ولا صعب انك يعني اول ما بحس ان انا هتعصب بقى لهي نفسي بحاجة تانية بقفل الموضوع وبقى خش في حاجة تانية مش عايزة اوصل للمرحلة دي طب كانت أحمر يعني انت بتطرد حد من حياتك تماما مفيش حد عمل موقف في حياتك او بلاش نقول كده الشخص اللي قدامك مهما عمل حاجة في حياتك مش هتديره كارت الأحمر حتى لو كانت حاجة صعبة لا فيه ناس بتطرد نفسها يعني فيه ناس بتطرد نفسها بتصرفات من غير ما تطلع لها كروت يعني فيه ناس بتطلع نفسها وبتديه نفسها كارت أحمر من غير ما تتعب نفسك انت وتحط ايدك في جيبك وتديهك مش مستحك مش مستحك طب إيه الشيء اللي فعلا لأ الحاجة دي ما سكوتش عليها الحاجة دي أنا من نسبالي كأحمد صراح حسني ما تعملهاش معاي الكلمة الكلمة لما تدي حد كلمة او وعد او يعني أنا الصدق بيفرق معاي جدا قدي ايه الكلمة ممكن تأثر فيي واسدقك من اليوم في المياه لما تقولي أنا هعمل حاجة او هنفس حاجة او هكتهد او هعمل وما تعملوش بتأثر جدا بدا لإني أنا بثق في اللي قدامي حد ما يوصلني محالة ان انا انت من الناس اللي بتدي الثقة بدي الثقة طبعا على طول بتبتدي بالثقة ببتدي بالثقة انت عارف ان دي معناها ان الشخص ده أصلا موثوق فيه هو لإني دايما الشئ اللي جواك هو ده اللي انت بتديه في اول حاجة للشخص اللي قدامي ده هاي على سيرة بقى الكارت الأحمر وكده يعني بما انك كنت العيب كورة انت يعني جالك كارت أحمر وكنت فعلا مظلوم مش عايز ارجع لورا ومش ندمان على ده بس انا اللي حصل في في المرحلة اللي رجعت فيه يا النادي القالي ومشيت خدت فيه كارت أحمر مظلوم فيه مليون في المية يعني مليون في المية وحتى ما دخلتش في دي بيت وما دخلتش في ليه وما طلعتش في برامج ولا اتكلمت في اي حاجة؟ لان زي ما قلتلك انا اهلاوي انت هنا في قناة الاهلي في بيتك طب ما دي فرصة انك توضح الحكاية لا لا مش محتاجة اقولك حاجة انا راجل الاهلي وهنا بطلت اشجع الاهلي وعمر حد شافني طلعت في برنامج ولا قلت كلمة وحشة على النادي الاهلي لان النادي الاهلي مؤسسة اللي بيعمل كده دي افراد فانا مش هتكلم على افراد يعني هم اقل بكتير من انا اتكلم عليهم لما بتكلم على منظومة اسمها النادي الاهلي واحنا هتعلمنا كده ان النادي الاهلي اهم بكتير اهم بكتير فانا النهاردة هل انا ده اثر على ولائي للنادي الاهلي حبي للنادي الاهلي خالص انا زي ما انا انا غيرت الكرير بتاعي وبقيت راجل ممثل او بعمل حاجات تانية بس لسه اهلاوي لحد النهاردة اللي يسألني ولي يتكلم معي والناس لحد الوقتي حتى هقولك حاجة عشان انت رافي تأثير الكرة فقدي ايه كبير يعني انا لحد الوقتي في اللوكيشنز وفي الشغل بتاعي بيقولولي يا كابتن اه ايه اللقب بتاعي فقدي ايه ان الكرة معايا طول الوقت والنادي الاهلي معايا طول الوقت فما حدش يقدر ياخدوا مني دي حاجة شخصية لا هو اعتقد ما حدش يقدر ياخد ابدا النادي الاهلي ولا ينكر تاريخك لا يمكن وحاجة تانية وحاجة تانية الحمد لله رب العمين حب الاهلوية لان ايه بيفرق معايا جدا وعلى فكرة زم الكوية كمان بيحبوني وده منه من التمثيل ان هما بيحبوني برضو فانا ربنا كرامني بحب الناس ربنا كرامني بان الاهلوية يشوفوني حد النهاردة يعني الحد النهاردة ييجوا يقولولي يا سلام لو انت بتلعب دلوقتي يا سلام ده انا فاكرلك الجوني الفلاني ده انت لما عملت شعب ايه انا ده بالنسبالي بالدنيا وده بالنسبالي الحب الحقيقي الحاجة اللي واحد كسبها فعلا من الرياضة بس انا اعتقد ان النادي الاهلي ومشجعين الاهلي مع عمرهم ما بينسوا رجالتهم يعني انا مش شايفها عمرهم ما بينسوا يعني انت بتقولي الشي فاكر ده وفاكر ده دي حاجة من سمات يعني اه نقول ايه البيت التربية تربية الاهلي طيب الدربة ما بتجيش غير من القريب عمرك قلت المثل ده في حياتك اه قلته طبعا خلي بالك احنا كلنا بنمر احنا في دايرة واحدة بيحصل معنا كل حاجة زي بعض كل واحد فينا بيتصرف بشكل مختلف يمكن انا عملت مسلسل اسمه الدايرة كنت قصد انا عمل كده كنت قصد اقول للناس انه فيه كلنا بنلف في دايرة كلنا بساس الدايرة ده لسه انا عايز اسألك فيه اه هو الفكرة منه ليه ربطته باللي انت بسؤالك لانه كلنا بنمر بالشخص اللي كان قريب منك جدا وفجأة تكتشف وفجأة تكتشف انه هو اذاك وانه هو وجوده كان مصلحة كلنا والشخص اللي انت بكتش شايفه فجأة اكتشفت انه جدع وانه صاحبك وانه في ظهرك وفي المواقف بيبقى موجود والشخص اللي علمك حاجة والشخص اللي خد منك حاجة والشخص اللي فادك في حاجة والشخص اللي اقزك في حاجة كل دول موجدين احنا بنلف كل واحد فينا بيتعامل معهم بأسلوبه وبطريقته اشتركوا في القناة